بالنسبة للصحافة هل تحصل الصحافة على بيئة حرة لموارسة عملها؟ بالتأكيد قطعا لا طيب بالاستناد إلى عمليات إغلاق المؤسسات اللي صارت من قبل الهيئة الإعلام والاتصالات واللي صارت من قبل جهات مجهولة وفي بعضنا مسلحين أمام أنظار الشرطة هذا يؤثر على عمل الصحافة وحريتها؟ يؤثر بشكل كبير على حق الصحافة وحريت الصحافة وحق التعبير عن الرأي وهناك إجراءات تعسفية قامت بها المؤسسات الحكومية وهناك إجراءات أيضا يؤزى سبب حدوثها إلى نقص توفير الأمن داخل الشارع طيب بالاستناد إلى هذه التفاصيل هل العراق بلد ديمقراطي؟ وفق المعطيات وفق عملية التحول اللي صارت بعد عام 2003 يفترض أن يكون العراق بلدا ديمقراطيا منظومة حقوق الإنسان بشكل عام لا تقاس بحجج وأعذار وممكن أن تسوقها الدولة أو الحكومة لتبرير عدم احترامها أو انتهاكاتها لحقوق الإنسان الكثير يتذرع بحروب وانتهاكات وإرهاب حصل على مر السنين الماضية وهذا كان مبرر لانتهاك العديد من الحقوق لا وفق المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وفق الدستور لا يمكن للدولة أن تتذرع بأي ذريعة كانت كمبرر لانتهاك حقوق الإنسان حتى في حالة الحروب شكرا شكرا